اللهم صلي وسلام وبرك على سيدنا محمد وعلى أهل وآصعاب وآجمعين إزايك وحبايب قلب وبرك وعملين إيه؟ يا ربك ولكك وكól بخير طبعا النهاردة كده طلعت السطح ما شاء الله اللهم بارك على الخير وعلى الرزء اللي أنا شفته النهاردة بسم الله已 ماشاء الله آخرة الصبر جبر ما شاء الله اللهم بارك ازاي ما fö lips familiar بسم الله ماشاء الله اللهم بارك يا رب اللهم بارك طبعا أنا يعني الكلام اللي أنا هقوله لا يوصف بس إزاي محضرتكم شايفين ما شاء الله اللهم بارك حاجة كده بسم الله طبعا مبارح كنا رشينا للبطة طبعا الفيديو بتاعي مبارح نزل لكم وانا بصراحة زعلت جدا جدا لاني ما كانش فيه عليه تفاعل رغم ان انتو كنتو بتسألوني على كاتم البيض وايه هي الامراض الوراثية اللي بتحصل للبطة بس اتلاقيك كنتو ما فيش اهتمام بالفيديو خالص زي ما انتو شايفين حبيت النهاردة ان انا وريكو وبعد طبعا اللي حصل مبارح نحن نحن رشينا مبير حشري علشان الرقد يطلع على خير وسلام والحمد لله ربنا جبر بخطري والبط خلاص طلعت والربنا رزائني منها بكمية بط خليط مسكوفي وبلدي وحالا هوريكو الفرق بين المسكوفي والبلدي عامل ازاي عايز اقولك لو انت اول مرة تشوفي القناة ياريت تنزل تشترك فيها وتفعل الجرس وما تنسيش تحط لايك للفيديو كدعم منك للقناة ويكون جزاك الله كل خير حطوا لايكات كتيرة جدا علشان الفيديو يوصل الى اكبر عدد من الناس وقل يشوف الفيديو بتاعنا النهاردة ويا سفيد طبعا انا طلع النهاردة ويعني وبصراحة كده كنت بين حالتين يا هطلع هتلاقي البط فاقس يا اما هطلع هتلاقي في حاجات فاقسة وفي حاجات لسه لاني مبارح كان فيه كزا بس بودة اللي كانوا نقرين وزي ما انا ورتها لكم ووضحتها لكم بارح في الفيديوهات طبعا طلعت النهاردة ما شاء الله اللهم بارك كده اعوز اقول لكم سمع صوت الصوصا من على السطح من ساعة ما دخلت بسم الله ما شاء الله شوفوا بقى دي بقى بجد بجد بتكون الفرحة اني انت بتتعبع على حاجة وبتشئ على حاجة وربنا بيكرمك منها فالحمد لله الحمد لله ان هم طلعوا على خير شايفين يا جماعة البط اللي انا مسكها دي دي الخليط المسكوفي شايفين الرجل عاملة ازاي وشايفين المنقر بتاعها عامل ازاي ده يا جماعة البط الخليط البط الار واحد واربعين نفس الشكل بس الرجل فتحة والمنقر بتاعه بيكون لونه ورد فاتح يعني لونه بمبة فاتح تمام كده هنا دي البط ده اللي هو البط البلدي بتاعنا اللي هو المرجان خلاص الاغلب الناس بتقول عليه بط سوداني بس هو مش اسمه سوداني هو اسمه بط مرجان تمام كده ما شاء الله اللهم بارك مطلعات الكمية حلوة جدا بسم الله ربنا يبارك يا رب وزي ما حضراتكم شايفين بسم الله ما شاء الله والنهاردة هكلمكم بقى ازاي ان انت تهتم بالبطة علشان تطلع لك اكبر عدب من الفأس بدون بقى ما تبوض يجتم تحتيها بدون ما تلاقي البطة قسرت البط تحتيها او حصل اي حاجة لقدر الله فان شاء الله هنتكلم في موضوع ازاي ان احنا نرقب بطة من البداية للنهاية بتاعتها بدون ما يحصل عندك اي خسائر لقدر الله تمام كده هنا زي ما انتوا شايفين ما شاء الله اللهم بارك شايفين بسم الله ما شاء الله عاوز اقول لكم اللي يطلع عندي انتاج جديد يعني عاوز اقول لكم الفرحة اللي بيكون عندي ما تتوصفش ان انا ببقتيها في وسطهم طول الشهر او طول التلاتين يوم اللي هي بيكون رائدة فيهم تمام عاوز اقول لكم انا من ساعة ما البطة دي كانت رائدة اكسم بالله العظيم انا كنت خايفة ان هي تقوم ليه لان كان فيه معاها في قلب المكان اللي هي قاعدة فيه ده فيه دكر وفيه اربع نطي معاها كمان كانوا بيبيدوا والحد وقتنا هذا هما كانوا موجودين فانا كان كله خوف ان هي تصيبوا البدو وتقوم بس ربنا كرم الحمد لله منها هنا طبعا انا بشوف السرة بتاعة البطة زي ما تشايفين البطة كل تحتها ما شاء الله اللهم بارك كله ناشفة هوت ما فيش اللي هي بطة واحدة تقريبا اللي كانت لسه شايفين طبعا فكله هنا بسم الله ما شاء الله السرة بتاعتهم سليمة وطلعين رائدة طبيعية ما شاء الله اللهم بارك حاجة كده عسل وحاجة كده سكر بسم الله ما شاء الله تمام كده طيب بنبدأ نعمل ايه ساعة لما بنلاقي البطة معانا هنا بتبقى مطلعوا فيه لسه بيت تحتها كتير جدا بيقول لي احنا بنصيب البطة تحتها لغاية لما يطلع كله اكبر غلط ان ننسي تصيبوا البيت تحت البط البطة الزغير تحت البطة وليسه فيه تحتها بيت يعني انا هنا شلت كل الكسر وكل البيت اللي هو طالع او اللي فقس وطلع تمام كده وليسه فيه طبعا كزا بيضة فيه هنا عندي اربع بطات لسه ما طلعوش من لسه عندي اربع بطات لسه ما طلعوش من البيت تمام طيب هنعمل ايه هبدأ اننا نضف كده واشيل اي بقاية بتكون موجودة تحتها ليه علشان ملمش حواليها الحشرات ده مهم جدا ان انت تعملي كده لو انت بقى طبعا اول مرة ان انت تربي لازم ان انت تتابع الخطوات دي عشان يبقى المكان تحت البطة نظيف ما يحصلش لقدر الله تحتها اي نافق او يحصل تحتها فيما بعد تتلاقي فيه بقى ديدان او تتلاقي مثلا مطرح الدم اللي بيطلع او البطة مطرح ما بتطلع العرق بتاعها يطلع بقى سوس او حشرات لقدر الله او اي حاجة فحاولوا بقدر الامكان ان انت تنظفوا المكان او البول خلاص عاوز اقول لكم كمان سعيدني انا واردكم بارح تحت الرق ده دي النكت بتاع البطة ده اتلاقته فيه كان فيه سوس اسود تمام كده طبعا لما احنا رشينا بارح كل ده طبعا بيموت في قلب الارضية ما بيبقلوش اي حاجة يعني ما بيش بيبين خالص الحمد لله يعني كويس ان انا كمان مبارح ان انا بدأت ان ارشي لها الحمد لله شايفين طبعا بعد ما انا كنت اقومتها هي عاوز اتروح لهم بس ما كانتش عارفة عاوز اقول لكم البطة دي كده معايا جابت اخيرها والله يا جماعي يعني هي رق ده دلوقتي تقريبا بتاع التلتة وشاش او اربع او اربع مرات وربع ده ما شاء الله كنت كل ما اجي اقومها مدرداشت رح تقعد في قلب القفص اه شلت القفص من من المكان بتاعوت لقيتها راجعت في المكان ده وقعدت في قلب الارض وبدأت ان هي تنتفريش في المكان اللي هي كانت رق ده سبحان الله فاضطرت طبعا ان انا رقادها تاني علشان بقى يبقى خلاص بقى كده بقى يبقى كده زي ما بيقوله التلتة تبتة يعني فكده الحمد لله كده رضا من عند ربنا ان هي استقرر تلتة رق ده وربع خلاص طبعا عاوز اقولكو طول الفترة اللي هيك بتبقى رق ده فيها زي كان المرة الاولى او التانية او التالتة فانا كنت بقى اكلها علاف زي ما انتوا عارفين البطل الجوه ده بيأكل علاف صافي فهي كانت بتاكل علاف صافي الحمد لله فده اللي كان مسعيدها شوية ان هي ما تخسش او ان هي تنزل معايا في الوزن لقدر الله او اي حاجة من ده تمام كده عاوز اقولكو انها لفت ملورة الخشبة شايفين؟ علشان تدخلهم طبعا يعني غريزة الامومة برضو مهما كان يعني بتبقى شيء كويسة جدا جدا تمام كده؟ طيب انا هنا دلوقتي هبدأ ان انا اشيل البطل كله من تحتيها وهبدأ بعد كده اسيب لها الاربع بضات اللي هما لسه متلعوش اسيبهم هما لسه بينقروا يعني انا كشفت عليهم بالكشاف تلاقيت طبعا البط لسه بيبدأ ان هو ينقر لسه البيضة ما كسرتش ولا نقرت ولا اي حاجة بس فيه صوت فقد داخلوا البيضة في نقرة كده زي خبطة بسيطة طبعا الخبطة دي اللي هي بتكون النقرة بتاعت البطة بتكسر كده علشان تشوف طبعا هي هنا ساعة لما طلعت كانت طلعة طبعا عاوز اقول لكم دست على بطة فانا كنت بعديلها كده عشان ايه ما تفضصهاش تحتها بصراحة تمام كده تمام طيب لو احنا عاوزين نطلع رقد البط سليمة معافية ما فيش فيها اي حاجة اول حاجة تجنبي ان انت تحط البط بتاعك مع اي تيور بزات الفراخ تمام آآ البطة لازم ان تكون في قفص زي ما انتو شايفين كده ولازم ان تحط لها الاشي بتاعها او الكرينة بتاعتها او التبني بتاعها زي ما انتو شايفين كده وتحوطي كده نص القفص بطبتين بحيس ان انت تتحكمي في كمينة البيض ما تخلهاش تتحرك من تحتها تمام كده علشان خاطر طبعا ما تجيش ترقد تتلاقي في بيضة تحتها وفي بيضة بعيدة عنها لأ تبقى لما البيض كله تحت منا خلاص كده دي اول حاجة تاني حاجة بتجيبي قبل كشة طويلة زي ما انتو شفتوا معايا في الفيديو كده وبتغطي على البطة علشان خاطر طبعا تبقى ركنة يعني في المكان بتاعها وتبقى رأدة ما يحصلش اي حاجة ما تس كل شوية بقى طبعا نبدأ ان احنا نطلع عندها او ندخل عندها او كل شوية مسلا ناخد البطة من تحتها نبدأ ان احنا نكشف عليه لأ zeros فلا بيضة تابع من بعد ثلاثة ايام او من بعد اول سبعة ايام البطة بتبقا رأدة على البطن بنبدأ انهم هنشوفوا البيض هايزهلا لكبقى البطة الكويس من البطة اللي هو الرائق او البوت اللي هو آآ ما فيش في بيزراء او اي حاجة من ده نعم بس هو دوء كل الموضوع ان هي بتبقى عوزة بس مكانوا فيش في دونشات كتير مفيش في طيور كتير مكان ما يكونش فيه فراغ بلدي بالذات لان الفراغ البلدي بتطلع في نفس الافاصل البطة رائدة فيه بتطلع تقعد تنكش فيه وممكن كمان تكسر البيت طبعا هتبدأ البطة بعد كده تبدأ تضرف الفرخة بالتالي طبعا البيت هايبدأ يتهزي يتخبط في بعضه يبدأ يتكسر تحتها تمام كده فحاولوا بقدر الامكان ان انتوا تبعدوا اي فراخ عن المكان اللي البطة بتبقى رائدة فيه طيب ينفع ان يسيب مسلا ان نوتي ودكر اه ينفع ان انت مثلا تسيب دكر وكذا انتايا في نفس المكان ما فيش اي مشكلة ما دام البطة رائدة ما فيش اي مشكلة خلص تمام كده عن تجربة يعني انا عوز اقول لكم البطة دي كيتراء ده كان معاها بتاع خمس نوتي وكمان دكرين يعني